ميزانية المرصودة تجاوزت 150 مليون جنيه وهو ما يتناسب مع حجم الدعاية المتناسرة في كل مكان يا لهوي 200 مليون و500 مليون اضرب كل يوم الكدب يروح النار ده فيه صورة ده انا هقول لحضراتكم بصوا جماعة قلتلكوا قبل كده دوري اظر الحقيقة ودوري الحاجات اللي فيها تجاوز لازم تعرفوا ما اخدتوش بالكم من حاجة احنا خدنا احنا خدنا اعلانات في كل حاجة من مصر الاسكندرية ده انت وانت جاي بالطيارة بتلاقي عالطيارة صورة الاعلانات بتاعت المرشحين وبعد كده بعد ما انت نازل عالطيارة بتنزل تلاقي الحمامات بتاعت المطار من بره فيه وانت داخل بيبقى موجود وبعد كده بتدخل على بتعمل شوبنج ولا عايز تجيب ساعة جديدة ولا حاجة فتلاقي 7-8 صور الافورة دي دمات ايه انا نازل انتخابات بالمناسبة انا مش عايز اخرج على الموضوع عايز حضراتكو تركزوا في الصورة اللي اتعرضت هتعرفوا الحق فين والباطل فين انا بتكلم بمنطقة الصراحة وما لهاش علاقة بانتخابات قرب لي الصورة اكتر من كده بص يا جماعة والله العظيم اما شفت الصورة عادت اتحك ده رقم ايه رقم اتنين عارفين الصورة دي من امتى من 2014 في الانتخابات اللي فاتت لما كان نازل الاستاذ ابراهيم المعلم الرجل المحترم اصاد المهندس محمود طهر هو السنادي السنادي المهندس محمود طهر اعتقد رقم واربعة اعتقد رقم واربعة ارجعلي بقى للفيديو تاني من غير كلام كده نجيب في يقول لك ايه تاني في الماركب تلقى تما هو ادي الحقيقة اهي دي الحقيقة صور قديمة تتعرض اهم حاجة تضرب وخلاص كل يوم فقرة الاهلي في الحرة المزنوقة اللي جنبنا هنا في المدينة فقرة الاهلي اضرب وخلاص ايه ده دي من معروضة بالمناسبة كان فيديو بس انا يعني قلت اخد الصورة دي اقول لحضراتكم فيديو كامل قديم مش مشكلتي بقى الناس تورطك دي مش مشكلتنا ده ادي الشو ادي الصورة هي قدام حضراتكم احنا بنجدب ولا اللي بتشوفوه ده الكدب طب اصدق ارقام ازاي وانت في الحاجة البسيطة بتجدب عشان نطلع خمسمائة مليون واستفز الناس ومشاعر الناس الفلوس دي كانت تتصرفت مش عارف فين وجبنا ايه طيب اه ادي الانتخابات السنة دي اعتقد الكابتل محمود الخطيب رقم ثلاثة صح كده جماعة والمهندس محمود طارق رقم اربعة السنة دي في الانتخابات والكابتل محمود الخطيب ثلاثة اللي قدامكم دي رقم كام اتنين دي انتخابات 2014 والسنة دي اللي رقم اتنين الاستاذ فضل الله محمد ثابت فضل الله هو لرقم اتنين السنة طب انتو ايه رأي حضراتكم بلاشا انا انا مش هتكلم ركزوا في الصورة شوي السنة دي المهندس محمود طار رقم اربعة السنة دي دي قديمة رقم اتنين يبقى مين لصحة طب نصدق فينه اهم حاجة احلانات في كل حتة ملايين طب انا حشر على حضراتكم حاجة بس من غير ما اقول اسماء انا تربطني علاقة بكل الناس كنت مع احد اطراف مع الاعضاء اللي نازلين محتملين على قائمة الكابتن محمود الخطيب والكابتن والكابتن اه اه او المهندس محمود طاهر السورة هو سريعة عشان مش عايز انتخابات لها جماعة لو سمحتوا الرقم اهو اربعة يلا تمام خلاص الناس شايفة والناس عارفة احنا بنقصه دي خلاص فبيكلموا معايا فيه البعض بيساعد مع الجبهتين وحق كل الناس من وجهة نظر ده من المعسكرين اتقال كده من المعسكرين فيه البعض هنا فيه رجال اعمال وغير رجال اعمال الكل بيساهم والكل بيعمل الكلام ده كله اوكي كل واحد حقه مدام القوانين بتسمح بدا اوكي مفيش حد حاجة حصلت خارج القانون سواء من هنا او من هنا لكن ازاد ضرب النار ده هندرب نعمل ايه طب نجيب المركب بتاعت 2014 نعرضها في 2017 والناس هتصدقنا محاجه ياخد باله للمركب دي قديمة ايوه ايوه اه صدق ونجريها بسرعة ولا لا سيبها زي ما هي طب اقول لك الحاجة هات عربية قدام النادي ده بصوا جماعة وصل اللي هو الحاجات دي بتقلل من قيمة الاهلي وهيبته بجد اللي هو يقول لك ايه جايبين عربية بالميكروفونات وتقصها قدام النادي الاهلي بيقولولها انتخبوا فلان يعني انا لا اتخيل اللي حد يكون حتى بيقرأ حد تكون كده ولا اتخيل في الاعلام بيعلمنا الحياة يكون بيعمل ده ولا اتخيل اللي انت عشان اه اه اهاجم حد اجدب حضراتكم من حكم شفتوا الصورة وشفتوا بالمناسبة كان تقرير كبير كان اهو قدام حضراتكم الصورة ما بتجدبش قوم البرنامج ولا بنجيب حاجة من عندنا وطول الوقت احنا رد الفعل مش الفعل ولكن انتو عارفين وانتو فهمين اللي بيحصل وانتو كلكو يا اهلوية وعيين لللي بيحصل واتمنى الانتخابات دي تخلص عشان اللي احنا بنشوفه ده الواحد بجد حس السبعة يام اللي فضله للتمانية دمهم بقى تقيل وحنشوف تقل الدم اللي احنا بنشوفه ده اكتر واكتر نروح شوف السندوق اللي بعد كده فيه